اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس الحلو دايما فيه انه هو بيوعد وبيوفي طول ما الامور عنده منظمة ومنعرف قديش انجي غليته انا جد اشتقنا له اهلا وسهلا فيك شو هيدا ليل مايك ما عم بيسمعه اوكي هلا ايوه هلوه هلا دكتور نورتنا نورك ربنا خليك انا موقف عند حده ايوه براه انا هو عاملين سراعه مع بعض فرصة كتير كبيرة انه انت تكون معنا اليوم على الهواء وعشان هيك عشان هيد الفرصة رح نطلب من المستمعين يس بنقدر ناخد مشاركات على الهواء مباشرة واتصالاتكن اي سؤال لدكتور احمد عمارة بناخدكن على الهواء خلي الكون الاسئلة سريعة كرمال نقدر نجاوب عنا ونعطي فرصة كبيرة لناس تقدر كمان تتواصل معنا واللي عبره يبعط لنا رسائل عبر الان بي سي مود رقم التليفون يا راهاتشي 011-268-9123 شو اخر انا كنت بحق اسألك سؤال بس انا عندي فضول شو اخر شي عملته ونحنا بعد ما عرفنا فيه شو اخر موضوع طرحته بعد ما نزل عطيني شي هيك عطيني شي خاص اخر موضوع طرحته بعد ما نزل اخر شي حكيت فيه ممكن تكون مع نفسك الى الان ممكن تكون هلأ مع حالك هو كان فيه فكرة كذا الواحد بيفكر فيها بقى له فترة وشكلها بدأت تبقى يعني تطلع لها بعض التولز والأدوات قدامي كنت بفكر بقى لي فترة اذا كان الانسان سلبيا قدر يخترع حاجة في ثانية ممكن يموت بها مئات الالاف اذا فيه في العكس شيء انه ممكن انسان يقدر ايجابي شيء ثانية يعمل شيء ايجابي حلو ويعمل تأثير كبير يعني طبعا فبقى لي فترة ببحث في الموضوع ده وتقريبا شكل بدأ يحصل حاجة كده تولز قريب ان شاء الله سوف افسح حبات حبات انه طالما في حاجة سلبية موجودة في الكون اذا ربنا موجد حاجة ايجابية بس المهم اللي يبحث فيها بالشكل ده دايما انا بقول للناس اه على سيرة هالي الموضوع اللي عم تحكي فيه انه الكرة الارضية اليوم اللي عملت ونحن ابطالة يعني مستحيل انه هو ربنا يعني يتكلف كلها وعمل كلها الكون لقلنا وخلق لنا الكرة الارضية تيعذبنا او بس يكون عنا ان احنا منسميها قصص اسى وعذاب ولكن هي تشالنجز لتغييرات لنحقق اشياء فنحن عملتنا هيدا الارض لنعمل فيها شيء بغض النظر عمل منيح ولا عاطل يعني شوفي يا سلفة تقولتي الاسى والعذاب الاسى والعذاب لا يمكن يحصل الا لما الانسان يسميه اسى وعذاب ويقرر يتعذب صح يعني حتى فيه دراسات كتير معمولة عن الناس اللي عندهم بعض لها مسميات مش عايز نسميها دلوقتي بس الانسان اللي بيتلذف بالتعذيب انه حول الالم الى متعة وهو لما قرر كده وبدأ يعني يوم بعد يوم يستمتع تحول فعلا الالم مع المتعة فاذا احنا عندناها القدرة دي فاحنا بنعملهاش في الحالة الطبيعية لا ده هو عملها في الحالة اللي فعلا مؤلمة مليون بالمية صح وفيه ناس كتير على فكرة مش واخدة بالها وركزي في الحتة دي ناس كتير ممكن تبقى هي شايفة ان انا مش عايزة العذاب ولكنها مستمتعة بالحالة دي فكل ما تطلع من موقف تدور على موقف تاني تخش فيه في حالة ضحية وحالة ألم عشان تفضل في الكمفورت زون لانه من غير ما ياخد باله مستمتع بحالة الضعف وحالة الألم وبيدور نفسه وغا مش منتبه لانهم متعودين على هذا لانهم متعود فيه ناس بتقلك اوكي انا بدي اطلع من هيدا الاحساس لكن كيف دايما بسمع كلمة كيف دايما بسمع كلمة ما بقدر دايما بسمع كلمة ما هو الوقت والواقع هيدا كلام يمكن حكيناه كتير ويمكن عملنا حلقات كتير دكتور بس هلأ اتغير الوضع لدرجة انه صار فيه تفاقم صار فيه تخمة بالمشاعر خلينا نسميها تخمة لانه اختلطت مشاعرنا مع مشاعر الناس اللي حوالينا صار بطلت اعرف انا اللي عم حسه هو احساسي الحقيقي ولا احساس الناس اللي حوالي فهيدا سؤال اللي رح يكون بعد الفاصل امتى اعرف انه اللي عم حس فيه الي مش لغيرك بسبب التخمة بالمشاعر اللي عم حس فيها اليوم بصير بنتكلم عن هذا الموضوع انه هذا حقي ولا جاي من بره شان لو حقي انا قدر صلحه ولو جاي من بره لازم اصدوه مفترض عودي الى دكتور احمد عمارة ووقفنا عن سؤال كيف بعرف انه المشاعر اللي عم حس فيها هي مشاعر انا مش مشاعر الاخرين لحواليه كيف انا اعرف انه اللي عم حس فيه او التوتر او الغضب او الالأ او حتى السعادة والفرح والهايدا هل هي مشاعر انا ام مشاعر المجتمع والبيئة اللي حواليه ان كان بالغرفة او على مستوى اكبر طيب خليني في الاول احط قاعدة كده ان طالما انا حسيت المشاعر فاللي انا حسه دي مشاعري لكن جات لي منين ايوه هي دي النقطة بقى جات لي من ان في حد بحبه زعلان فانا حسيت اللي هو حسه وانا كده حاسس طالما انا حس دي مشاعري انا لكن جات لي منين المشكلة اللي بتحصل دلوقتي اللي بشوفها عند الناس انه هم اصبحوا تابعين بقى لو بيحب حد من قلبه مثلا هتلاقيه لما بيتقلم بيحس بقلم معاه لو بيشوف افلام بيشوف مسلسلات بتلاقيه بيتقمس دور في الفيلم وبيبدأ يعيط جنبه ويحس بمشاعر معاه فانا بقيت من غير ما اخد بالي عايش بوعي التابع وعي المتأثر وعي الضحية مش وعي القائد او وعي المؤثر او وعي الانسان المتحكم اللي ربنا يمديله ادوات يتحكم فيها وبحب ادي مثال بسيط جدا لو انا النهاردة رايح دولة حد بيسافر مثلا رايح دولة عارف ان هناك جو برد هل هينفع يروح لابس لبس نص كوم مثلا انتشارت خفيف وقاعد زعلان ومتدايق ان جو برده حاسس هو هيبقى حاسس بالبرد بقوة بس لانه مش مستعد لكن واحد تاني عارف ان انا معايا ادوات فهل بس لبس تقيل وهستمتع بالشياكة وهتصور انا في البرد صح معايا فاللي بيحصل بقى احنا لما نكون قاعدين مع ناس بنحبهم او في ناس حوالينا كتير انا بدأت لاحظ ان انا على طول باخد الطاقة بتاعتهم وحسها لان في قاعدة بقولها كتير ويا رب الناس يفهموها ويحفظوها ان المشاعر هي التجلي الحسي للطاقة المتواجدة الان في الجسد ايه الجملة الطويلة دي يا حاق اه يعني انا لما يكون في عندي طاقة انا مش هقدر اعرفها انما بتتجلى بشكل بحسه يبقى انا لما بحس مشاعر سلبية معناها اني في طاقة ايه في الجسد سلبية لما بحس مشاعر ايجابية معناها اني في طاقة ايه في الجسد ايجابية يبقى المشاعر هي التجلي الإحساس هي بتتجهل بتطلع في شكل تاني فلما أبدأ أفهم أن المشاعر دي هي ترمومتر يعني أنا دايما أقولك على السر كده بدأت أبحث في القرآن على موضوع المشاعر لأن المشاعر دي من أكتر الحاجات اللي بتأثر في الناس لقيت أولا هقولك حاجة اكتشافين كان من نسبالي مزلزلين للاتنين أول حاجة لا توجد أية واحدة بتقول أن في إنسان بي أشعر كلها لا يشعرون لا يشعرون لا يشعرون خلاص واكتشفت أن الشعور في القرآن معنى الإدراك ملوش علاقة بالمشاعر خالص يعني لا يشعرون معنى لا يدركون على إنهم هون مفسدون لكن لا يشعرون يعني مش مدرك فكلمة الشعور في القرآن معنى الإدراك في علم النفس خلاص يعني الشعور شوف مش وعي الشعور هو الإدراك والوعي مش الإحساس اللي احنا بنسميها في مش الانفعال أنا حاسس بنا مخنوق حاسس أنا زعلان لا أشعر بالبرد لا ده اسمها حاسس بالبرد المهم فبدأتها بحفظة طب اللي إحنا بنسميه بقى إحساس وشعور ده عبارة عن إيه لقيت النسبة في القرآن تذوق ذاق العذاب ذاق الألم والتذوق أصلا معنى لو أنا النهاردة دايق مر الله عليك لو أنا متذوق شيء معنى أني في حاجة فلساني هشيلها يعني التذوق ترمومتر بيعرف لي إين موجود في الفم الله عليك ممكن أشيلها يعني إحنا دايما بدي مثال دايما اللي بيحبوا شرب القهوة مثلا القهوة مرة بس إحنا استمتعنا بهذا المذاق حيدنا وحبنا لدرجة أن في ناس بيحبوها من غير ما يحطوا فيها أي مسكرات أو حاجة محلية وبالتالي لما أبقى فاهم بقى أن اللي إحنا بنسميه مشاعر هو تذوق يبقى أول ما يحصل لي لازم أبص إيه الحاجة بقى اللي طلعتلي ولدتلي التذوق ده حلو؟ شي خبصت الله عليك إما أن أنا متواجد في بيئة Oh my God that's amazing على فكرة أنا أنت أقولها عمهلك لأنه هيدا الشيء كتير مهم اللي عم تحكي ما هو لو الناس أدركوا بس حتة نها تذوق وبالتالي معناها أن في حاجة موجودة أنا دايقها اللي بيحصل إيه؟ لو أنا النهاردة مثلا بعض الناس زي ما أنت قلت في أوتوفئير أو خارج الهواء أن فيه مطلع البيئة سيئة البيئة توكسيك ومسمومة الكلام ده وعم نسمعها كتير وعم ننشرها الله عليك أنا لو أنا النهاردة لو جبناها بقى ما فهمت المشاعر تذوق لو حد قال لي فيه مية كده وأكواب مية قدامي وحد قال له مية دي مسمومة أشرب منها لا بس خلاص قفلت بقي لأنا عايف إن فيه تذوق أنا أنا مش هاخدها فهمتي قصدي فاكرة فاكرة رحا فأنا لما أبقى عارف إن فيه بيئة الجو السائد فيها سيئة وأنا داخل بوعي إن أنا مش هاسمح إنها تأثر فيها إيه اللي هيحصل على فكرة أحلى حاجة في الطاقة إنها بتبدأ بالنية صح يعني النهاردة حتى ربنا بيحافظت علي لا ساعات بيجي لي جلسات فتجي لي واحدة مثلا متألمة من اللي بيعملوا جزها أو واحد متألم من اللي بتعملوا مراته فاسألوا إنت إيه اللي خلاك تتنرفز أو تنفعل يقول لي كذا 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 أقول له حلوي ركز معاي كده بقى لو طلعنا في برنامج منسى وربح المليون وكان فيه من ضمن الحاجات اللي هتحصل لك إنك هتتعرض للموقف ده ونتشوف هتتنرفز ولا لأ هتتنرفز ولا لأ طب ما ده قدرت هو ناويت بس ما تنرفزش صح حطيت الإرادة مهما تعمله ومش هتنرفز بس حط الإرادة إنوي إن أنا لن يؤثر على مشاعري النهاردة مخلوق فلو أنا ناوي بمجرد ما حس المشاعر السيء النفسي هو فيه وأنا هسمح له هتلاقي فجأة عقلك بدأ يعمل حاجات يرجعك للدفولت ستيت زي ما نسميها أو الحالة الطبيعية اللي كنت عليها قبل كده الأصلية مش المشاعرات السيئة شو هي طب نحنا دايما منقول إنو في مشاعر من عند ربنا طبيعية إنك تحزن واحدة من المشاعر الطبيعية لأنو أنت إنسان بالنهاية هسألك سؤال شو اللي من عندنا وشو اللي من عند ربنا بس ما خلص كلامي هل إحنا قطع شطرنج بنتحرك كده لا بس إحنا ما كنا عارفين وعم نعرف أنا هكمل لك بقى خلينا نتفق إن كل شيء في الكون من عند ربنا خلاص حتى ربنا قالها كل من عند الله فما لهؤلاء القوم اللي يفقهونا حديثا خلاص فكل من عند ربنا وربنا بديني أدوات وأسباب لما أخد بيها يجيلي اللي من عند ربنا فالسعادة من عند ربنا والتعاسى من عند ربنا وربنا حطت أدوات لو أنا عملتها هتجيلي التعاسى اللي من عند ربنا ولو عملت أدوات تانية هتجيلي السعادة اللي من عند ربنا أول قاعدة نفسية بنقولها بتأثر في المشاعر هي الرفض والقبول بمجرد ما برفض ببدأ أحسن وأتضايق وبقرارها مئة ألف مرة اتجاه الرفض بيحدد نوعية المشاعر السيئة يعني الرفض هو قبل المشاعر السيئة هو قبل المشاعر المريحة الجميلة اللي هي من خلالها لو كنت حزين بس متقبل ساعتها أنت عم تتعلم هونك تتعلم شوفي أنا كذا مرة قلت اتجاه الرفض خليني بقى أتكلم النهاردة دي أول مرة أقولها في أي حلقة اتجاه القبول لو تقبلت الماضي هعيش سعادة ومتعة ولو تقبلت المستقبل هعيش أمان واطمئنان واللي ما بيعرف يتقبل شو مشكلته مشكلته أنه هو أصلا موهوم ما بيعرفش ما فيش مخلوق في الكون ما بيعرفش ولكن في حد ما تدربش دايما بقول الناس كده لو البي أول ما تولد بص على أبوه أمه لقاهم وقفين على رجلين رفيعة شايلين جسمهم وقال مش هعرف كان عمره ما هيمشي لكن لأنه قال ان طالما هم عملوها فانا هعرف عملها وقعد يقف ويقع ويقف ويقع ويقف ويقع عارف يعملها فإحنا في علم النفس بنقول أن أصعب شيء بيعدي على حياة الإنسان هو الكلام أصعب شيء في التاريخ الكلام هو الكلام يعني دايما بقول لهم كده عاوز تدرك معنا كده تخيل نفسك روح ليابان وما تعرفش حتى تستخدم لغة إشارة هم عمين يتكلموا تخيل بقى أن الطفل بيتزن البطن أمه اللي عنده لغة إشارة ولا بيفهم الكلام وركز وفهم الكلام وعارف يتكلم فده أصعب شيء في تاريخ الإنسان وقعد سبع سنين بيجرب ويحاول ويطلخبط ويتكلم غلط لغاية ما بعد سبع سنين بدأ كلام يقوم مصبوط أو ست سنين حلو كده فلما أنا كون مدرك بقى أن أصعب شيء بيعدي في حياتي والكلام بعد كده الكتابة بعد كده المشي أو الكتابة فأنا بقدر أعمل أي حاجة تانية بس محتاج أن أنا أحطها وأفضل مقتنع أن أعملها حتى لو لسه في الأول بيحصل بعض الأخطاء مرة مع مرة مع مرة هنجح فيها مسؤولة اختم ليها بجملة قبل ما نفوت إلى أسئلة سؤال رها وإذا في حدوان مصابعي هختم ليها بجملة أن المشاعر تابعة لي ولست أنا أسير ليها وبالتالي عندما أنوي أن تكون مشاعري تحت قيادتي ومفاتيح مشاعري في إيدي هقدر مرة مع مرة مع مرة أتعامل معها صح ولكن في بعض الناس بيسمعوا الجملة دي وبيعملوا حاجة خطيرة جدا أنه بيفكر أن المشاعر تحت إيدي فأنا هكتمها بقى لا لو أنا حسيت بمشاعر سيئة رقم واحد لازم أفرغ عنها واسبها الأول وحسها عشان تخرج الطاقة بتاعتها لأن طالما أنا بحسها لأن إذن هي بتطلع فكلما حستها بضمير كلما خرجت وبعد كده أبدأ أشوف إيه اللي خلاني هتأثر كده وأشوف القبول والرفض وأبدأ أتقبل الشيء اللي حاصل يعني على فكرة أنا قدامي النهاردة واحد مكتئب واحد ضقته سلبية جدا لو أنا رفضته هتأثر بي لو تقبلته عرفت الدواعي وأنا لا أأثر فيه رها سألته السؤال شو سألته رها؟ أنا من نوع اللي أحس في الناس مرة كثيرة وغصبا عني مرات يأثر فيها فهو أريد يرد على الدكتور ولكن شرحت بزيادة كيف أقدر أتدرب حالي على أني ما أتأثر يعني عادة برمجة هاو الحاجة مهمة وإحنا دايما بنتأثر زي ما قلت قبل الفاصل أن التأثر بتاعنا الروت بتاعه أو الجذر بتاعه قبول ورفض فأدينا مثال خارج الهولة أو حد من عائلتي أو من قريبي هتلاقي في الغالب اللي بيأثر فيها قوي هو حد أنا رافع سأف التوقعات متوقع أنه يعمل لي كذا أو كذا أو كذا أو على فكرة مش تتعلم يعمل لي متوقع أنه يكون في صحة جيدة فلأنه بقى مريض بدايق لأنا رافض أنك ما تبقى تشوف هذا الشخص كده أيها فهو الرفض برضو لكن لما نكون عارفين أن كل إنسان هو حر في مرحلة وعيه يعني إحنا مشكلتنا أن إحنا الأهالي عندنا كبار في السنة وعندهم تراكم من المعرفة اللي جاية من الماضي في بعضها صح بعضها غلط وإحنا مع العلم الجديد الحديث بقى والتطورات اللي حصلة بقى إينا عارفين أن في حاجات هما بيعملوها غلط ولكنهم غير متقبلين أنهم يسمعوا الكلام مننا أو رأينا فلو أنا رافض أنه يعيش تجربته ورافض أنه ياخد الاستحقاق بتاع الوعي بتاعه أنا هتقلم لكن لما يكون متقبل أن هذا وعيه وهو كلنا في الأرض بلا استثناء أحياناً بنحتاج نتوجه عشان نعرف مليون بالمين نحس ألم ونحس ضعف عشان ناخد قوة هذا جزء من خبرتنا فنسيبه ياخد الحالة بتاعته دي وكلما تقبلت بقى ودي بدأ هنا السحر في الموضوع أو الجمال بقى أن كلما تقبلت الشخص كلما طاقة الإيجابية أثرت فيه وسعادته يتطور ولكن كلما رفضت ودي حتة خطيرة بقى إذا كان أنا دارس أكتر ووعي عندي أعلى وعندي طاقة أعلى رفضي بيأثر فيه سلباً وبيخليني أخد من نفسي طاقته فأنا كماما أتأثر سلباً حلو أنا أقول لي حالة مهمة هو القرار دا أن فيه ناس كده جداً بيسألوا الموضوع دا وبيبقى عندهم حالة بنسميها التردد التردد الجزر بتاع الخوف نقطة قلتلي كيها من قبل دايماً كل ورا كل تأخير قرار مشاعر الخوف وفي نفس الوقت بقى زائد مشاعر الخوف أنا مش محدد أنا عايزي بدقة وإنما محدد لأنا خايف منه يا عيني عليك الله على الجملة الله ناخد اتصال يلا ناخد اتصال هاي دي الجملة بتكفيني أنا عادي عجنب قاله صباح الخير صباح النوم يهلا وسهلا نتعرف عليك قطع الخط ناخد اتصال تاني قاله صباح الخير صباح الخير يهلا وسهلا نتعرف عليك معك عمر يلا يا عمر اخترنيك من كل الاتصالات لأنه مضل في وقت سؤالك على السريع الله يحظي حظي حظي يعني عن جد أنا بشكر ربي أني قدرت سمعت صوت دكتور أحمد أنا صرني فترة عم تابع دكتور أحمد حبيبي سؤالك سريعاً لاحظك يوقفك الخط يلا بدي بين أعجبه معك والله يحسك بس عشان التركيز التركيز عندي مش كليب التركيز ما بقدر يعني كون عم بشتغل شغلها بعرفش الجواب راح تقلي فتت حمامة وما كملت حمامة لا كملت حمامة بس بيشغلي باشي اللي بشتغلها ما بقدر ركز يعني خليك معنا يا عمر التركيز خلينا نفرق بين الصلاحين ومين الانتباه والتركيز الانتباه معناها أن أنا معلي عارفة فاتح كده الرادار بتاعي بيدخل كذا داتا في نفس الوقت ده الانتباه التركيز معناها أن أنا في حاجة واحدة بس مدلها كل الطاقة بتاعتي اللي بيحصل أن احنا السوشيال ميديا واللي بيحصل الآن على مواقع التواصل الهدف منه شد الانتباه بتاعك وبالتالي شد تركيزك هاي مثل المقرمشات المشتتات الله علي هقول لا هقول كذا تمرين بسيط قوي وهتلاو لو طبقتوهم بإذن الله التركيز عندكو هيعلى جدا انوي لو أنت النهاردة مثلا داخل تفتح أي برنامج من وسائل التواصل أننا اللي هيطلع قدامي أنا مركز عليه أشوفه لغاية الآخر لكن احنا بيطلع دي وباكي بيطلع على حاجة تانية بيقول سيابة وراحل دي سيابة وراحل دي فانت عملت برمج عقلك اللواعي على أنك ما بتبقاش في الشيء فترة طويلة بتبدأ مثلا تعمل حاجة معينة جيلك فكرة في دماغك هقوم أكل كذا أو هروح عامل كذا أو ما كلمتش فلان توم انت مستجيب للفكرة المشتتة وبالتالي انوي بس أننا لما هبدأ حاجة مش هخلصها اللي بقرار مني أنا اللي هاخد القرار لو بدأت بس أنوي في أول أربع خمس دقايق سيطرت على الأفكار اللي بتطلع تشتت هتخليهم بقوا عشرة العشرة بقوا عشرين ومرة في مرة هتعرف تتحكم في التفكير ده رقم واحد رقم اتنين فيه تنمين جميل قوي بنحب نعمله أن أنا بقوم مغمض عيني ولا أسمح لأي فكرة تدخل في دماغي إلا شيء واحد بس بتأمل ممكن على فكرة بعض الناس بيعملوا تنمين حلو جدا أنا بغمض عيني واعدة أرسم رسمة أي رسمة شجر ورد بني آدم وش أي حاجة حيوان من حيوانات نحن نحكين عن طاقة الخيال لو فضلتم حافظ على إيدي أنا متخيلة أرسم خد خمس دقايق رسم ما تسمح عقلك يطلع أي فكرة تانية التنمين ده شكله حلو بس مجهد وقد يجده بعض الوقوع فيه لما هبدأ أعمل كده مرة في مرة هبدأ أتحكم في تفكيري حاجة تانية مهمة كمان بقى اللي هي آخر حاجة آخر حاجة إن أنا هبدأ أعد ودي التمرين بيبقى يعني أكثر صعوبة شوية إن أنا هبدأ أعد هتخيل إن فيه شاشتين قدامي شاشة على اليمين الرقم فيها بينزل من 100 لصفر وشاشة على الشمال الرقم فيها بيطلع من 40 ل60 حلو وأبدأ أخذ رقم من هنا ورقم من هنا رقم من هنا ورقم من هنا ده نازل وده طالع فهتخلي عقلي تحفز إن أنا مركز جداً جداً مثلاً من 99 لتلاتين فأنزل من لي مين وأطلع من الشمال أنزل من لي مين وأطلع من الشمال ده بيعلي التركيز جداً 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 ولو نجحت فيها مرة واثنين وقتها التركيز هيبقى عندك سهل قوي إن شاء الله سراحة الحكي معك لا يمل ما ينمل منك دكتور صراحة خلينا نذكر بحسابك وأي موضوع حابين نحكي فيه يا جماعة بليز بعطولي على حسابي وحساب دكتور أحمد عمارة دكتور أحمد عمارة دي آر أحمد عمارة أحمد عمارة أحمد عمارة أحمد عمارة على كله أنا كله طبعاً إذا أجيك أسئلة من الناس عشان تكون بحلقاتنا اللي جاية رح نسجل حلقات جديدة لكم مستمعين الكرام بعطولنا رسالكم وشو هي الحلقات لازم نختم المشوار للأمانة وختيما مسك معك دكتور أحمد شكراً رها شكراً باتي شكراً رورو أخدت اللي بدنا ناخده أخدت الكم جمل الخطيرين خلص هلأ صار فيني إلهم باي نشوفكم على خير يلا باي باي مع السلامة